على مقربة من مبنى محافظة عدن وفي شارع المعلر الرئيسي احتشد هؤلاء المحتجون من أنصار الحراك الجنوبي لرفض القرارات الرئاسية المفضية إلى تغيير محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيد نرفض رفضا قاطع كل القرارات التي يتخذ من جانب واحد منذ صدور القرار والجدل المستمر لم يحسمه التأييد المنتظر للمحافظ السابق وفي ظل التراشق الإعلامي يبدو المشهد في العاصمة المؤقتة مستقرا نسبيا مبددا التوقعات المتشائمة لكن الهدوء لا يخفي الانقسام الواضح في الشارع وعلى مستوى النخبة السياسية المحافظ ينتظر الفعاليات الشعبية والضغط الشعبي والضغط للحلفاء الحراك الجنوبي في الأقليم على الشرعية لإعادة النظر في هذا القرار في اعتقد أن الصمت المحافظة ليس له تفسير إلا ذلك بالنسبة للفعاليات الجنوبية الحراك الجنوبي أعلن موقفها الرسمي يوم أمس ببيان رسمي عن وقوفه بجانب القيادة الجنوبية وهو رفض للقرار الرئاسي لكن الحراك الجنوبي ليس فصيلا واحدا وهو فصائل متعددة نحن لا نعبد أشخاص ولا نعبد الناس نحن ننتظر أن يرقل ينفذ لنا الخدمات الكهرباء والماء الخدمات الأساسية لمحافظة عدن بالنسبة للأخ عيد الروس نقول ما غصر وبذل جهد كبير في ظل غياب الدولة وفي ظل عدم الأمل والاستقرار يعني إلا هنا قدم ما في فكراته وننتظر من محافظة جديد إن شاء الله يكون الأفضل ويقدم ما في وسعه الخدمات الأساسية هي ما ينتظرها المواطن هنا من أي محافظ فيما الآمال كبيرة إزاء الخلفية الاقتصادية التي تسم سيرة عبد العزيز المفلحي فهل يكون عند مستوى تطلعات المواطنين الذين أرهقتهم الأزمات بين محافظ جديد تنتظر عودته ومحافظ سابق لم يخرج عن صمته ينقسم الشارع العدني إزاء القرارات الرئاسية الجديدة آدم الحسامي قناة بالقيس عدن